في اليوم العالمي للطفل الذي احتفل بالعالم اليوم وجميع المنصات والمواقع تحتفل بيوم الطفل وكان محرك البحث العملاق جوجل قد احتفل أيضا بيوم العالمي للطفل حيث قام بتحويل كلمة جوجل إلى ورود وأشكال جميلة احتفل منه بهذا اليوم وهو يوم عظيم وكانت الأمم المتحدة قد اعلنت اليوم العالمي للطفل في عام 1954 باعتباره مناسبة يجرى الاحتفال بها كل عام لتعزيز الترابط الدولي واذكاء الوعي بين الأطفال العالم وتحسين رفاهم وجرى اختيار 20 نوفمبر بالتحديد لأنه يتزمن مع اعتماد جميع العامة للأمم المتحدة اعلان حقوق الطفل كما انه تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل من عام 1989 بحسب موقع المنظمة الدولية على الانترنت وتقول الأمم المتحدة أن الأمهات والآباء والمشتغلين والمشتغلات في مجالات التعليم والطب والتمريد والقطاع الحكومي ونشط المجتمع المدني وشيوخ الدين والقيادات المجتمعية المحلية والعملين في قطاع الأعمال وفي قطاع الإعلام فضلا على الشباب وكذلك الأطفال أنفسهم أن يطلعوا بأدوارا مهمة لربط يوم الطفل العالمي بمجتمعاتهم وأممهم وانطلاقا من هذا المبدأ بصفتي شاعر سوف أقولك على الأطفال العالم قصيدة تقول الكاتكوت الشاطر بيعد الجناطر يتحدى المخاطر شاطر 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 عدى وفاة القوف والأولفات بتشوف رسوماته على الشطر نط كل البط ينادوا عليه ويقولوا الحاجن يا بيه وهو يبص ويضحك لما أنتم مش جد العوم ليه تسابجوا ليه ردوا وجالوا خلاص ما تضحكش الناس ارجع علينا انقذنا انت يا عم رئيسنا وعاش الشاطر عاش ساعة كل البط حط جناطه على الشط نط هذه قصيدة من احدى قصائد التي بدويني شعرين الأطفال كثيرا ما تحدثت معهم كثيرا ما استمتع بالأغاني معهم ويوم الطفل العالمي هو لابد ان نتذكر ما علينا وما لنا وأمام هؤلاء الأطفال لابد ان نفكر في ماذا يريدون منه هل بالفعل نحن قد حققنا لهم طموحاتهم هل جميعنا يحقق مطالب الطفل وهل جميعنا يعلم كيف يتحدث مع الطفل وكيف يتعامل معه الأطفال عالم بريء عالم جميل يحتاجون الاهتمام الكبير منه في هذه المرحلة بالذات الطفولة تحتاج إلى رعاية واهتمام وتسقيف لان احنا بنبني طفل بناية سليمة منذ البداية من الحضانة نبدأ نعلم الصح نبدأ نعلم الغلط نبدأ نديله نثقفه تدريجيا نثقفه دينيا نثقفه كل شيء علشان يطلع مبني بناية سليمة وبعد ذلك كلما وصل إلى مرحلة أخرى هو بطبيعة الحال متأشس كويس فلذلك أنه سوف يستمر من مرحلة إلى مرحلة بالتفوق وتقدم وتطور وهكذا يكون طفل أخذ حقه في التغذية في العاية الصحية في الملبس في المأكل في الثقافة في الفن في الإبداع نكتشف مواهب الأطفال منذ الصغر حبا ننميها نرعاهم صحيا نرعاهم بدنيا الطفل له حقوق كثيرة علينا يجب أن نهتم بها ولا نجهله حتى لا يخرج شفل مريض نفسيا لا يخرج شفل مريض صحيا لا يخرج شفل متخلف عقليا الأطفال نحن نبني عقولهم منذ الصغر بناية جيدة بطريقتنا الخاصة وعلى أسلوبنا الخاص يجب أن نبنيها بنية سليمة صحيحة حتى ينشأ نشأ جميلة متكاملة ويفيد المجتمع بعد ذلك يكون عليه هو دور كبير ورسالة يؤديها للمجتمع أقول لكل أطفال العالم صباح الخير عليكم وربي سعيدكم وربي وفاككم وكل الجميلين اللي سواء كانوا مرضى من الأطفال ربنا يشفيكم كل الأطفال اللي يتمائرنا نتمنى أن نحن نلسع على شعران في هذا اليوم ونهديهم هدية ونذهب إلى المشتشفيات الأطفال ونتبرع ونتصدق ونحاول أن نرسم البهجة على وجهة الأطفال في هذا اليوم الجميل شكرا لكم